الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يوماً وعلاه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل سلسلة الرد على الصوفية أعمل لهم صفحة ولا قناة سموها الرد دعاوة الوهابية وما شاكها لذلك ملقطين في بعض الدعاة إلى الشرك والإلحاد من الصوفية وبينا في الحلقة الماضية أن الصوفية بيعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون وهذا كفر وإلحاد لأن الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ونبدأ الليلة في الحلقة الثانية سموها بالخلق المجازي والصوفية بيعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يخلق عديل كذا كلمة مجازي وما مجازي ده لعب منهم ساكت لكن عقيدتهم أن غير الله يخلق والدليل على ذلك القصص التي أوردها طواغيت الصوفية في كتبهم كالبرعي في كتابه ليك سلام مني قال إن الشيخ ساق المريد لما زوجه طلبت منه خادم وحمل فأساً وثوباً وذهبوا للغابة وأمر الشيخ المريد أن يقطع شجرة في قامة إنسان فقطع في قامة إنسان أمر بعدك يلبس الثوب فالبس الثوب والشيخ قال صار يذكر بهمة عالية إلى أن تحرك العود فقال لها بخيت 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 فقال قومي فأخذ إلى زوجته فدخلك كما زعم إنسان من عود بتاع شجر فده كفر ولا يمكن أن يحصل أصلاً لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين كما في سورة العراف فالخلق ده لربنا بلاه سبحانه وتعالى حتى الكفار المشركين الأوائل أبو جهل وأبو لهب وغير من المشركين الأوائل كانوا يعتقدوا إن الخلق لله وحده وما في أحد غير ربنا يخلك حتى ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولئن سألتهم يعني إذا سألت المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وربنا سبحانه وتعالى قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو إلى آخر الآيات فده كلام باطل وده شرك وده كفر لو اعتقدت إنه غير ربنا بيخلك لكن الصفية بيلعبه قالوا في حاجة يسمى الخلق المجازي الخلق المجازي الخلق المجازي دي كمان جديدة لأنه لو سألناهم كلما صفية الملقاطين دي دليل شنو الخلق المجازي دا ما هو الدليل إنه في خلق مجازي ما هو الدليل ما حيقدر يجيبه دليل أما السدلال بين نبي الله عيسى فعيسى بن مريم أصلا النبي ورسول من أولي العزمة الخمسة من الرسول وله معجزات وآيات ومعجزات الأنبياء لا يقاس عليها لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بهذه الآيات الكبرى التي كانت للرسل وللعزمة الخمسة من الرسول الأنبياء ولو كان أحد يستطيع أن يأتي بالمعجزات الكبرى التي يأتي بها الأنبياء وكان في واحد بيقدر يعمل كده ما كان هيكون في فرق أصلا الناس ما كان هيفرقوا بين الرسول وبين غير الرسول ليه أصلا ربنا أدى الرسل معجزات وآيات كبرى أشان الناس يعرفوا أن دا الرسل من عند الله ما زي باقي الناس حلس فلو كان باقي الناس بيجيبوا معجزات وآيات كبرى زي الرسل ما كان هيفرقوا الناس بين الرسول وبين غير الرسول فتالضلالة داروا وجعونا فيه الصوفية الليلة باللعب بتاهم فعيسى بن مريم ربنا قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير وأخلق هنا عن أصنع كهيئة الطير فعيسى بن مريم لمن صنع خلق أي صنع ما صنع طير مباشرة وإنما قال كهيئة الطير فما كان طير حقيقي في البداية في وروح بدليل فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله فلما ما كان في وروح قال كهيئة الطير لأنه لسه ما بيجى طير حقيقي لكن لمن بيجى طير حقيقي قال فيكون طيرا بإذن الله قال بإذن الله عيسى بن مريم مرق نفسه من حيثة دي فيبقى ده فعل ربنا سبحانه وتعالى وعيسى بن مريم صنع شكل بتاع طيره من الطين ولم تكن طيرا بدليل كهيئة الطير ما قال طير قال كهيئة الطير لكن لما كان طير قال بإذن الله ليدل إنه ده يعني آه هو عمل هو فعل الله سبحانه وتعالى وليس آه غيره سبحانه وتعالى فلا يمكن لصوفي إنه يستطيع يفعل معجزك هذه المعجزات والصوفية بيعتقد إنهم بيجيبوا معجزات زي الأنبياء زي ما قال البرعي ذلك الطاغوط الصوفي في كتاب ديوار رياض الجنة ونرد جنة قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسوه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكرة تقلب وهو كان يمدع شيخه أحمد الطيب البشير وده كله شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر ويلحات فالجماعة ديل دارين يدجلوا كذبوا على الناس أقول لهم صفحة كده ولا قانا فاشلة وعاطلة في النت قالوا الخلق المجازي بيرد فيها علي أنا ذا لما الردد على جفري ما في حاجة يسمى خلق مجازي وإلا كلمة خلق مجازي دار لا دليل من القرآن والسنة إن في صوفي يصدق يخلق مع الله عز وجل كان خلق حقيقي ولا مجازي كله باطل ما في صوفي يقدر يخلق له ضبانا ضبانا ما يقدر يخلق ربنا قال لن يخلقوا ذبابا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا وذباب هي المفرد بالمناسبة ليس جمع زي ما يعتقد الناس ذباب هي المفرد وتجمع على ذب وذبان كما نقل النوع في شرحي لمسلم فربنا قال لي يخلقوا ذبابا يعني وحدة ما يخلقوها فكيف تأخذوا إنهم بيخلقوا لهم جنين في بطني الأم أو يخلقوا لهم بني آدم زي ما بيرود صوفي البليد هذا الطاغوط الأحمق في القناة الفاشلة بتاعته التي تحمل الشرك ونحن بنحذر جميع المشركين من القناة الصوفي ونحن نجعز لهم للمناظرات لكن هم بيهربوا ينظروا للناس الهواري ومين مين من الناس الضعاف ومنها للبدع فينا دي المبتدعة دي المبتدعة لكن ما بنظروا إحنا أنه عارفين خباياهم بفضل الله سبحانه وتعالى وهرب زولهم اللي اسم محمد المنتصر مين اللي زيرك ده هرب من أخونا وبكر أداب وشهاب بعد ما وقع على المناظرة في العباسية تقلي المهم نواصل افتتح الرد بتاعه بصلاة الفاتح دي أول نقطة نجيب عندها صلاة الفاتح دي كفر العقيدة فيها والصنعت بها والألفت بها كفر لأن أحمد التجاني في جوهر المعاني بلغة الأمان الجزء الأول قال صفحة 132 إلى 135 حسب الطبع العندي قال صلاة الفاتح دي تعد إلى القرآن ستة ألف مرة وداء كفر بالله عز وجل لأنه ما في كلام بشر أفضل من كلام ربنا سبحانه وتعالى لا مرة ولا ستة ألف مرة هذا شرك وكفر طيب لأنه ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك هذا كلام ربنا يا شيخ وربنا وصحوا بأنه أحسن الحديث طيب فالصلاة دي صلاة مبتدعة وصلاة أصلا العقيدة فيها عقيدة كفرية بأنها أفضل من القرآن بستة ألف مرة فهذا كفر النقطة الثانية قال الصوفي قال الكلام ده نحن هم نقدر نجزم إنه قاله الحبيب الجفري قال له أنه تسجيل صوتي وتسجيل صوتي لا يعتمد عليه ده الصوفي قال كده مع أنه المحاضرة حق هذا الصوفي دي دي زادة اللي بتكلم فيها البروت فيها علي دي هو تسجيل صوتي خلاص نحن زادة ما بنعتمد على محاضرتك دي فتح ذو البليد ولا شارب له حاجة ولا حاصل على له شانا أنا معارف دي هو الأحمق قال بعد ذاك ما شاء قدام بدافع عن الجفري والجفري ده زور رافضي شيعي وصوفي ومشرك وكله وبرقص مع الشيعة وعون الشيعة وينادي الحسين من دون الله عز وجل وده شرك لأنا ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله حدا وده يندل إنما يدل على العلاقة الوطيضة بين التشيع والتصوف طيب وذلك عادي ندافع عن الجفري اللي لعنة الشيعة ده برضو يدلك على العلاقة الوطيضة من التشيع والتصوف قال أول حاجة الخلقي قال لمن يقال فلان يخلق ليس المراد به أنه يخلق يعني استقلالاً من دنفسه هو بقوة ذاتي يخلق وهذا الأمر بذاتي وليس بإذن الله عز وجل إنما كل فعل خارق للعادة ينسب لولي سواء خلق سواء مشي على الماء سواء طيران في الهواء إلى آخر كل هذه المسائل تكون النسبة إلى الولي قال نسبة مجازية قال وحقيقة هذه المسألة إلى الله عز وجل حرك قلوب من صرفهم وستدل بالآية قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال لكن ليه ما بيقولوا بإذن الله عز وجل قال لأنه أي مسلم يعرف إنه من باب الكرامات أول حاجة كالضب الكلام ده الصوفي ده ذو المحتال بس اللي تكلم عن الكلام ده ذو المحتال هو دس اسمه طبعاً شاء ما نكشف بإسمه ما عندنا نبيه علاقة فأول حاجة ذو المحتال ذو اللي يقول لك الولي أو الشيخ ده بيخلق من دون الله انت الطوالي تصرفه تقول ده نسبة مجازية هو قال لك ده بيخلق ده بيخلق انت تقول لا قصد مجازي ما قصد مجازي قصد ده في بطنه اللي يقول غير الله بيخلق كافر لأن ربنا سبحانه وتعالى قال آلا له لله يعني الخلق والأمر وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء الله هو اللي يخلق أي زول اعتقد أنه في أحد غير الله يخلق ده كافر كفري أكبر خارج من الإسلام وإن أبو الصوفي كافر لأن الآيات سبقت في هذا الباب ودي من توحدة الربوبية كونك تفرض الله بالخلق والملك والتدبير ده من توحدة الربوبية الذي أقرب المشركون الأوائل فسبحان الله صوفية ضلوا في الألوهية وضلوا في الربوبية وضلوا في الأسماء والصفات صوفية الليلة الموجودين ده طيب فكلمتين لدي نسبة مجازية ده كذب وقال ما بنقول مجازي لأن الناس كلها عارفة الناس أناس من الناس ما عارفة الكلام ولا أفضل عارفة الكلام إلا الصوفي البليد بس يا زول زول يقول غير الله بيخلق ده كافر أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يخلق إلا هو سبحانه وتعالى طيب قال قال عندنا شاهد من القرآن شواء زول زول مجرم كيف استدلب الآية الأولى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين شاء الله عز وجل أن لا يخلق غيره شاء الله أن لا يخلق غير الله سبحانه وتعالى وشاء الله عز وجل أن من ادعى أنه يخلق فهو كافر فهذا الكلام كده فلو أخذنا بالآية دي وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين وقلنا الولد ممكن يعمل أي حاجة زي ربنا واحد خلاص نقول الولي يبقى رسول الولي ممكن أن يزل له كتاب ممكن أن يزل له قرآن جديد لو أخذنا بالضلال بتاع الصفية وبيفهمهم الباطل لهذه الآية الفهم الصحيح للآية إنه ربنا شاء الله يخلق غيره لأنه ربنا قال ربنا قال آلى له الخلق والأمر وربنا قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الله قال كده طيب بعد ذاك مشاهد قدام جاب جاب شاهد تاني قال وصفية دي بيحفظوا القرآن لكن بفهموا بالقلبة بعد صفية قال قال لأهبى لك غلاما زكية قال قال لها لأهبى نسب لنفسه قال قال وليس كذلك إنما الله عز وجل دي طبعا تلبيس الفنايا دين باب إلباس الحق بالباطل وربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أول حاجة الآية لأهبى لك غلاما زكية جاء في رواية أخرى وقراءة أخرى ربنا سبحانه وتعالى قال إنما أنا رسول ربك ليهبى لك غلاما زكية يبقى الموضوع انتهى ليهبى أي هو الرب والله سبحانه وتعالى وحتى قراءة حفص لأهبى لك غلاما زكية ما معناته إن جبريل البيخلي وداجن هو من دون الله لأنه قال إنما وإنما دي آدات حصر حصر مهمة في إنه رسول مرسل فقط إنما أنا رسول ورسول من ربك يعني لأهبى لك غلاما زكية عشان نقرب الفهم لو فيه زو البشر أدو ظريف بتاع جواب رسلو كرسول بهذا الظرف قال ليه من هنا ودي مثلا نضنقل أو الشركة والغريب ليه فلان مجا سلموا ليه فلان هل بنقول هو كتبه؟ لا هو رسول مجرد رسول فكذلك جبريل عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا رسول ربك رسلني بيشنو لأهب لك يعني في النهاية هذا الوهب من ربك من الله سبحانه وتعالى وفي نهاية الآيات قال كذلك قال ربك هو علي هي فرب ده كله من ربنا سبحانه وتعالى جبريل ما خلق ولا لا يدوني في زول غير ربنا بيخلي لكن الصوفي بليد قال قال هو يدخل في باب كرامات الأولياء بعد ذا قال نسبة الخلق لفلان بكرر الموضوع نسبة مجازية ده علم ليه شيخه الجاهل الطاغوطة لسم محمد المنتصر اللي بيقول غير الله بيخليك ويحلف بغير الله وده زول أفعاله وأقواله كلها شركية وعقائده شركية زول ما نافع خالص قصو ما نافع قال ما قال الجفري قال في المقطع اللي عرضت وانا قال الخلق يخلق الجنين قال الولي بإذن الله عز وجل شوف كالضاب يا زول لو قال الولي ذاته لو قال الجفري ذاته الولي يستطيع يخلق لكن بإذن الله نقول ربنا ما أزل لأنه ربنا ما أزل لأحد من هؤلاء البشر الموجودين أن يخلقوا هذا فعل الله سبحانه وتعالى لا يشارك في أحد ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين بعد ذاك يستدلب يا كلام لابن تيمية من الجزو حداشر قال الصفحة تلتمية وعاد وشرين تلتمية وعاد وشرين يستدلبين وقال على أنه نجيب لكم قال دليل من كتب شيخكم قال اللي لو اتكلمت عنه قال بتقيف الريالات ولا شنو كده من النقط نقط كالطب يا أخي نحن ما قعد تجينا الريالات ولا بيجينا يا حاج نحن ناس مساكين لكن بالرود عليك يا صوفي بنجغمك نحن كنت زول ما فاهم الكتاب والسنة ودار تضلل الناس وتعلمهم يترك عبادة الله ويعبد البشر ويعبد الشيوخ الطرق الصوفية من التواغيط والملاحدة فجاب كلام لابن تيمية كلام طويل وقطعه وابن تيمية في نهاية الكلام وراك وقاصد شنو أسطا هو الحتة دي ما قال وهو قال نحن ما عندنا لكتب ابن تيمية ده ده كتاب الفتاوى ده كتاب مجموعة الفتاوى لابن تيمية هسا بوريك الحاصين واي شبها تجيبة ان شاء الله يا صوفي نحن بينا بحيتها ونرد عليك بها بإذن الله سبحانه وتعالى وما بتقدر تضلل المسلمين وتوقعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى قال ابن تيمية يتكلم على الكلمات الكونية والكلمات الدينية ومشى قال كمشي على الماء وطيران في الهواء وعندها قال والشاهد قال ومقطع الكلام كده الصوفي ذاته الشاهد قال صفحة تنتمية وعشرين قال وأما القسم فمثل من يعمل بما جاء به الرسول خبرا وأمرا ويعمل به أمر الناس ويعلم بوقت نزول المطر وتغيير السعر وشفاء المريض وقدم الغايب ولقاء العدو ولو تأسر في الأناسي قال متعلق عن القدرة ده الصوفي بفسر وإما في غيرهم بيصحاهم قال صحة السقيم قال بفسر قال أو إسقامهم وهلاكهم أو قال ولادتهم أو ولاية أو عزل إلى آخر ما قال قال عن ابن تيمية قال ده الصوفي علق قال معنى كالابن تيمية ده معناة الولي يهب الجنة قال الولي قال يهب الجنة والزرية والخلق قال وهذا بغير خلاف يعني الولي يهب الجنة ويهب الزرية ويخلق قال قال بغير خلاف العقيدة ده كفرية يا صوفي بغير خلاف وكلامك ده الشرك وإنت ذاتك مشرك بغير خلاف لأن المشركين الأوائل ما كانوا بيعتقدوا أنه غير الله بيخلق يا بليد الله قال ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله أنت تقول غير الله بيخلق بغير خلاف طيب لكن نجل كلام من تيمية ألوه جابه ده وقام قطعه وأي كلام يا جماعة كلام أي زول لو أنت قطعته ممكن تفهمه وتحمله ما لم يعني يريد قائله ابن تيمية بتكلم في المجلد 11 هو ده المجلد الصفحة من مش من كمان 324 322 ابن تيمية بتكلم من تقريبا الصفحة من 214 انت ماشي عن هذه الأشياء وماشي لها قدام لكن بس نقيف في الحتات ديل هو ركز عليه ونجيب باقي الكلام من باقي الحتات ابن تيمية بتكلم قال فصل كلمات الله تعالى نوعان كلمات كونية وكلمات دينية كلمات الله لاحظ الكلام نوعان كلمات كونية وكلمات دينية فكلمات الكونية التي استعاد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قولي أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وقال سبحانه إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدل والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية والنوع الثاني الكلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي أمره ونهي وخبره إلى أن قال فالأولى قدرية الأولى داخل كلمات الله كونية والثانية شرعية دينية قال وكشف الأولى العلم بالحوادث وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية إلى أن قال وكما أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه وده الموضع الأول الجيند الركز علىه الصوفي عشان يلبس والموضع الثاني جاي قال كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعة لله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا ده الموضع الأول اللوات ما ست به الصوفي في كلامه الموضع الثاني في ثلثمية أربع وعشرين وهو قال شهدنا قال في ثلثمية أربع وعشرين قال وأما القسم الثاني ده ابن تيمية فمثل من يعلم بما جاء به الرسول خبرا وأمرا ويعمل به ويأمر به الناس ويعلم بوقت نزول المطر وتغيير السعر وشفاء المريض وقدم الغايب ولقاء العدو ولو تأثير إما في الأناس وإما في غير بإصحاح وإسقام وهلاك أو ولادة أو ولاية وعزل وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة وإما دفع مضرة كالعدو والمرض أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة أو اطفاء نار ونحو ذلك فوقف عتت ولادة قال إذن الولي يخلق الجنين في بطن أمه كما غال الجفري وبقى أيد في الجفري كلام ده كفر كان منك لمن الجفري ابن تيمية الكلام ده شنو لو لاحظتني ابن تيمية ما قال في زول معين بيسوي كده ولي ولا ما ولي ابن تيمية قاصد بالكلام ده شنو قاصد بالكلام ده في الصفحة 329 بس بعدية طوالة ده مشي قدام قال قلته ده ابن تيمية نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس يعني قال أنا ما قاصد فعل الناس إنهم بيفعلوا ولادة وبيعلموا الغيب وبيهلكوا وبيمرضوا الصحيح وبيسقموا المريض يسقموا الصحيح ويصحوا السقيم قال أنا ما بتكلم عن فعل الناس بل قال نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقوله أول لا يدوب ده نوريك فعل الناس شوه الكلام ده جيد يعني الكلام ده عن الخوارق في حديثاته ما زول بيعمل كده معين هو قاصده في الوقت دهك بتكلم خلاص طيب قال أولا شوفينا بعد ده بيه يتكلم عن الناس وقاصد الصوفية ذاته وانت قاصد مونو شوه الدجل بتاعهم الأجوز الثاني قال أولا الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره إذ طاعة الأول أطاعوا لدينه عموا أكثر والمطيع بها خيار بني آدم عقلا ودينا وأما الثانية الزولة اللي أطاعوا بسبب هذه الأشياء فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس كأصحاب مسيلم الكذاب شفت كيف وطليح الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم مما لا عقل له ولا دين ودي زي الصوفية عرفتها كلامي؟ ده الكلام فالكلام داك ما بتكلم عن إنه الناس بيسوه كذا أو الأولية هم والبيسوه كذا بعدين الصوفية ما أوليش ما تتعب كثير ما في صوفي ولأبدا هسا الآن موجود في زماننا ذا صوفي ولما في صوفي ولما في لأن الصوفية دا عندهم عقاية شركية باطلة يعني في هذا الكتاب شراج السالكين قال إنه ربنا سبحانه وتعالى ملك أحد شيوخ الصوفية الكون تلاتة وثلاثين سنة قال ما نقصت منه جنح بعوضة دا كفر ولا ما كفر دا كفر ولا ما كفر ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء الملك هقل كيف يدي لي زولتان كيف ربنا سبحانه وتعالى يدي يعطي الملك لي زولتان دا كلام كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى بنص القرآن هنا في كتاب النور البراق في متح النبي المصداق لمحمد عثمان المرغني في الصفحة 124-125 الكلام دا كلام لم يقلوا والله حتى شفت المشركين الأوائل والكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأحد وغير من الغزوات ما حصلوا الكفر والكلام البقلوس دا كتاب المرغني قال أنا الإمام المبين العالم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد السند الطوض الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي قال فكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإهلالي يسبح له ما لأله دا ما كفر أياما دا كفر قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي العرش بتاع ربنا والفرش والأكوان كله قال دي كله في سعة هو ما سيكا مالكا هو قال ما شا قدام قال أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بتردادي وترحالي إلى أن قال فكنت أحمده أحمده المحمود في أزل كذا محمده بدر الهدى التالي لذاك عاش جميع الكون في كنفي جميع الكون في كنفي فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإيصالي فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب ولا إشكالي أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي شوفوا الكلام دا بيدعي أنه الله سبحانه وتعالى دي التصوف در تبقى زول مجرم عرفت كلامي ودر تخالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام ودر تخالف القرآن جملة وتفصيلة أبقى صوفي مع جماعته ويكذب على ابنتين مئة بعد ما حلنا شبها نشوف كلامي من تيمية ذاته لما نتكلم عن خوارج الناس عديل بيقى يفصل عرفتها؟ فصلة شوف مثلا في الصفحة تلتمية في صفحة رقم تلتمية نبدأ من صفحة مئتين وطلات عشر مئتين واربعة عشر شوف كلامه كان كيف وكلامه ده كله المجلد ده بتناول فلوصفية والدجل والضلالات تعتصفية وبيله منه كراماتكم دي ما كرامات والفرق بين كرامات أولياء الله وأولياء الشيطان قالوا كراماته أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله حتى الخارق للعادة ذاته ما أيز الجبه خارق للعادة معنى ده ولياء الله لأنه زي ما قد يكون ولي لأ الله قد يكون عدو لأ الله قال فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين زيها الآن تقعد مع شيخ صوفي تكون قاعد معه يجيب لك اللبريك بتنقز براه أوه ألا إن أولياء الله لأخوفنا عليهم ولهم يعزنا يا زولة كيف ده زول من أولياء الشيطان وفيه شيطان بتنقز باللبريك ده ابن تيمية في موضع تاني من نفس المجلد قال لك زي زر تعرف أنه ده معه الشيطان اقرأ آية الكرسي قال لأن الشيطان لا يصمت أمام التوحيد يعني الآية دي كلها توحيد طيب فلما تقرأ آية الكرسي الشيطان بطير واللي بريك بقع بتفرطك في رأس الشيخ زاد قال وتكون أهل البدع وتكون من الشياطين فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور يعني الخوارق لا يمكن فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور يعني الخوارق أنه ولي لله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة وأيضا في صفحة 213 قالوا وتجد كثيرا من هؤلاء تكلم عن ناس محيد الدين بن عربي وشيخ الصوفي الكبار وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة شو الكلام ده كيف؟ أو يمشي على الماء أحيانا أو يملأ بريقا من الهواء أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس من الغيب لأنه برسل الشياطين يركب فوق يسمعوا يعني مسترق السمع يسمع كلام الملائكة فيوحيها إلى أذن وليه من الصوفية وغيرهم ويجذب معها مئة كذبة مش معناة هو يعلم الغيب ولا شيطان يعلم الغيب الشيطان بيطلع فوق يسمع كلام الملائكة ولو كان الصوفي ده بإعلم الغيب ما كان رسل الشياطين والشياطين لو بتعلم الغيب ما كان طلعت فوق لشان تسمع كلام الملائكة كان قاعدت هنا وقالت بيناعلم الغيب وودتنا الغيب طيب فدل قاضي ابن تيمين قال أو أن بعض الناس استغاث به وهو غايب أو ميت بالله ده ما كلم الصوفية جماعة فرآه قد جاءه فقضى حاجته أو يخبر الناس بما سرق لهم ودي الكهانة والعرافة اللي بيعملوا شيخ الصوفية الليلة أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله طلاقا قال بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها ولياً لله فقد يكون عدواً لله ومشى الكلام القرناء وقبيل طيب دي كلها من المواضع البرد في أشغل الإسلام على الدجل تعصفية ذاته طيب في الصفحة تلتمية أربعة وثلاثين و تلتمية تمانية وعشرين في كلام برضو من تيمية بيرد ويبين موضوع آه هذه الأمور لكن اكتفي بصفحة واحدة نسبة لذيغ الزمن تلتمية أربعة وثلاثين قال ثم بعده ده بعد جماع الأمر بعد ذلك يوريك الشيء الخارق للعادة زي كرامة تكون لأولياء الله الصالحين حقاً وفعلاً دي ذاته بتكون كيف قال لك دي بتكون بل استعانة بالله الولد باستعين بالله سبحانه وتعالى قال ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له لأنه الخارق ذاته اللي بيكون للرجل الصالح بيكون فيه تأييد للدين ومعين لهذا الصالح في سلوكه للدين مش يقول لك صوفي شرب البحر هسه دوينه معين للدين صوفي قلب التمساع حجر صوفي والله مسح ريزيكزول قال من اللوحة المحفوز ده كله شرك خزع بلات وكذي بزاته قال ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له لأن الخارق في مرتبة إياك نستعين إياك نستعين الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل والدين في مرتبة إياك نعبد فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاعه دنيا أو مبعد صاحبه عن الله تعالى طيب بعدك هذا الدجال الصوفي مش أتكلم كلام فاضي كثير وجاب كلام قال قطعوا للنووي عين عمين فهم كلام ابن تيمية قطعوا للنووي قال ما عارف إمام الحرمين الجويني قال وما قال وما كان في الموضوع بتاعنا كلاما جابوا ده كله ما عنده علاقة لموضوعنا أصلا و قال معجزات الأنبياء معجزة النبي تكون كرامة للولي وده كده ما في يعني معجزة بذات الآيات الكبرى ابن تيمية قال ما بتقول لشنو لي ولي من الأولياء بذات الآيات الكبرى بعد ذات ما القرآن ما قال ليك ركلا الصيام كذا العدد كذا وركا الصلاة لعدد كذا لكن السُطَنبطوه العلم من الكتاب والسنة وقسموه من باب تقاسيم العلم فكذلك التوحيد والعقيدة تقسموه إلى توحيد الربوبية قد ظل في الصوفية وتوحيد الأسماء وصفات وقد ظل في الصوفية وتوحيد الأولوهية والقد ظل فيه أيضا الصوفية وهو أولى نعم لأنه ده أساس الدين التوحيد بعدين قال يا أخي الآية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله قال نقل الطبري في تفسير صورة يوسف من رواية ابن عباس قال أن الآية نزلت في النصارى يعني شنو يا أنت يصبي ما عرفت أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب حتى لو قال كده قال لا ابن عباس ما عرفت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حس سورة البقرة دي سموها البقرة ذاتها لبقرة منه يا صوفي ليه بقرة بن إسرائيل معناته إذا بفهمك أنت البليد يا صوفي دي نزلت في بن إسرائيل نطلع برى الغران الصورة دي آل عمران أغلب زي ما قال ابن كثير بترد على اليهود والنصارى أهل الكتاب يبقى نطلعها دي خاصة بهم ما عندنا بها على هذا تبت يد أبي الله بسورة المسعد دي يا صوفي يا بليد نزلت في أبي لاب على أثنة اللابرة فالعبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب آذى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه إلى اللقاء في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة في كشف شركيات وكفريات وإلحاد شيوخ الصوفية وكبار وتواغيط الصوفية يزاكم الله خير بارك الله فيكم الله تعالى على محكم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدته رحم الإله صداك يا قحطان